هكذا كانت نتيجة الإهمال الحكومية المتعمد نفوق عشرات الأطنان من الثروة السمكية للعام الثاني على التوالي فبعد الكارثة التي ألمت بالبلاد في نفس الوقت من العام الماضي عاد مرض تعفن الغلاص مرة أخرى ليفتك بالثروة السمكية في محافظة بابل وسط العراق مربو الأسماك تقدر خسارتهم بالمليارات العام بالزيارة الأربعينية أجل مرض نفسه وهي سنة همهة أربعيني أجل مرض نفسه والبيطرة صارها سنة كاملة ما شافتها المرض ما عالجته والسمك عندنا هاي وفيات مات آلاف لإطنان يومية قيشي تعني شمر لنا طين طين وربع تعني شمر وتعني دفنة وشوف الدفان تعني دفنة الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك حملت الحكومة ووزارة الزراعة على وجه الخصوص مسؤولية عدم دراسة المرض ووضع الحلول اللازمة من قبلها لمكافحة وتلقيح الأسماك قبل وقوع الكارثة بدأت الإصابة قبل ثلاثة أيام وكما معلوم تشاهدون هذه الآلاف الأطنان هذا الاقتصاد العراقي الكبير هذه الأسماك دعم الاقتصاد العراقي العراق يجتهر بالأسماك ومحافظة بابل بالأخص احنا ما أننا نقول أين أنت يا دائرة البيطرة صار سنة كاملة شو اللي يسونا يا هذا الناس لعامل هجمة بيوتها والسنة أيضا هجمة بيوتها يعتبر هذا المرض من الأمراض الفيروسية الموسمية التي من الممكن انتقالها عبر المياه لتصيب جميع أسماك النهر الأخرى من محافظة بابل عيسى العطواني قناة الفلوجة